السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم وقناة السوبروان التعليمية اليوم الذي نخطيب الفصل الثاني في مادة تاريخ لسنة الرابعة ابتدائي اخترنا لكم ثلاثة تمارين سأترك لكم هذا النموذج جاهز لتباعه في صندوق الوصف على شكل بيدياف وعلى شكل صور إذا نبدأ بالتمنين الأول قال أكمل الفراغ بالعبارة المناسبة قبل الفتح الإسلامي كان شمال إفريقيا خاضعا للاحتلال وبدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا على يد دم الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا نحو أسس عقبة بن نافع مدينة في تونس واتخذها منطلقا له إذن الدرس المهم في هذا الفصل هو الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا إذن قلنا قبل الفتح الإسلامي كان شمال إفريقيا نحو سبعون سبعون عاما أسس عقبة بن نافع مدينة في تونس إذن أسس مدينة القيروان في تونس القيروان في تونس واتخذها منطلقا منطلقا له إذن مع تمنينة الثاني قال أجب بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة تمتع سكان شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي بالحرية أول مسجد بنية في شمال إفريقيا هو مسجد عقبة بن نافع اهتم الفاتحون لشمال إفريقيا بالفن المعماري وتأسست مدينة تيهرت سنة 144 هجري إذن تمتع سكان شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي بالحرية لا خطأ لأنهم كانوا تحت الاحتلال البزنطي أول مسجد بنية في شمال إفريقيا هو مسجد عقبة بن نافع بنية في تونس صحيح وثاني مسجد بنية في شمال إفريقيا كان بنائه في ولاية ميلا في الجزائر اهتم الفاتحون لشمال إفريقيا بالفن المعماري صحيح اهتم الفاتحون لشمال إفريقيا بالفن المعماري تأسست مدينة تيهرت وهي ولاية تيهرت حاليا سنة 144 هجري صحيح الآن مع التمرين الثالث قال أعطى الفاتحون لشمال إفريقيا أهمية كبرى للعمارة الإسلامية بشمال إفريقيا عندما نقول العمارة الإسلامية أي التعمير والبناء للعمارة الإسلامية بشمال إفريقيا وتمثل ذلك في مظهرين مظهر ديني المظهر الديني والذي يتمثل فيه والمظهر السياسي والذي تمثل فيه إذن المظهر الديني والذي تمثل في بناء المساجد والمظهر السياسي والذي تمثل في بناء المدن إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعالينا اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة